إن تلك الشاشة المستطيلة تعد نافذة على واقع المجتمع أو مرآة تعكس تفاصيل ذلك الواقع بأسلوب فني هكذا يرد القائمون على إنتاج الدراما التلفزيونية العربية عندما توجه لهم ولأعمالهم سهام النقد غير أن واقع ما يعرض على شاشات الفضائيات العربية في شهر رمضان الجاري يكشف عن قدر غير قليل ليس فقط من تزييف واقع المجتمع العربي وإنما كذلك تزييف التاريخ نهيك عن محاولات يراها البعض مقصودة لهدم قيم المجتمع عبر تقديم مسلسلات تصوره مجتمعا تسوده الرذيلة والمخدرات والخروج على القانون أو تقديم مجتمع مثلي من رجال الأعمال فاحش الثراء بينما يغيب حتى عن شوارع ذلك المجتمع بقية الشرائح المجتمعية من الطبقة المتوسطة والفقيرة وما يعانونه من الفقر والبطالة وانتشار الفساد الحكومي دون محاربة حقيقية من الأجهزة الأمنية التي تبرع عادة في استخدام العنف والقوة ضد معارضي أنظمة الحكم العربية الذين يمثلون قطاعا واسعا من المجتمع يتجاهله صناع الفن والدراما العربية وممولوهم قرار من الجنرال بيلو وبحسب النقاد فإن صناع الدراما في رمضان لم يكتفوا بذلك بل وقعوا في كثير من الأخطاء اللغوية والتاريخية بل والدينية كذلك وهي أخطاء يراها بعض النقاد متعمدة بهدف تدمير قيم المجتمع ومحاولة تشكيل وعي مجتمعي جديد يتنافى بل ويعادي حضارة ذلك المجتمع وقيمه الحاكمة التي استقاها من تاريخه وهويته الثقافية العربية والإسلامية إن عملية التصطيح الفكري وهدم الأخلاق التي ينفذها صناع الدراما العربية تؤكد في رأي الكثيرين أن ثمة من يدير المشهد الفني على تساع الخريطة العربية وصولا إلى حالة مستهدفة من السيطرة الكاملة على وعي الشعوب العربية بعيدا عن أي محاولة شعبية جادة لتغيير الواقع نحو الأفضل ترجمة نانسي قنقر